بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الآن في الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة لموضوع الديستيليشن في اليونت اوكريشن 1 بهذا الجزء من المحاضرة راح ناخد طلاب كيفية إيجاد المنمبر الموجود في داخل الديستيليشن هذه الطريقة المستخدمة هنا هي طريقة تحليلية تدعى بالفو جي تكنيك هذه الفو جي تكنيك هي عبارة عن ثلاثة علماء اشتركوا لإيجاد ليس فقط المينمم نمبر أوف تري وإنما وجدوا المينمم رفلكس ريشو وأيضا وجدوا عدد الصواني ووجدوا لوكيشن فيد ستريم اللي يدخل للديستيليشن بس بهذا الجزء من المحاضرة راح نوجد هنا فقط المينمم نمبر أوف تري المينمم نمبر أوف تري كان على عاتق العالم الفنسك إكويشن وضعها وما دا لاحظها هنا في المعادلة ستار هذه المعادلة تربط بين من وبين من تربط بين المادة اللايت كي والمادة الهبي كي أي المادة الثقيلة والمادة الخفيفة ليس فقط هنا اللايت كي والهبي كي اللي هي أحنا أريد أطلعها وإنما هنا يقصد بيها أي مادتين واحدة تكون خفيفة أو واحدة تكون ثقيلة هذه المعادلة وجدها الفنسك إكويشن من ضمن المعادلات اللي قلنا اشتركوا بيها تلاث علماء فينسك وأندروود وجليلاند فلهذا هي مختصرة تدعى بالفنسك، أندروود، جليلاند، ميثوت، اللي هي أفو جي اللي أحر بأن هذه المعادلة متكونة من كسر، البسط متكون من اللوغ، اللوغ مين متكون؟ متكون من المولفركشن للمادة A بالديستيليت، يعني المادة الخفيفة بالديستيليت المولفركشن على المولفركشن لنفس المادة بالويست أيضا المادة الثقيلة بالويست اللي هي المادة B بالويست على المادة نفسها B بالديستيليت إذن واحدة مولفركشن واحد عكس الأخ على المقام اللي هي لوج ألفا A B أفرج طلاب اللوج ألفا B A أفرج هنا يقصد بها المادة التطايرية للخليط المتكون من المادة الخفيفة والثقيلة الألفا A أفرج طلاب يقصد هنا بها طلاب يقصد بها اللي هي المادة الخفيفة على المادة الثقيلة يعني التطايرية للمادة الخفيفة على التطايرية للمادة الثقيلة وكما موضح هنا بهذا القانون بما أنه عندي أنا مادة 2 مادة خفيفة ومادة ثقيلة فالمادة الخفيفة تكون هي الأولى والمادة الثقيلة تكون هي الثانية المادة الخفيفة ألفا A B إذن ألفا A يكون بالبسط على الألفا B يكون بالمقام فهذا هو القانون متكون من تطايرية المادة الخفيفة على تطايرية المادة الثقيلة في حالة إذا كان بالسؤال ما طيني تطايرية لكل مادة بحدها لأن في بعض الأحيان هو يطيني التطايرية الخليط مادة خفيفة وثقيلة أو اللي هو مباشرة نستخدمها بالقانون أما في حالة إذا طاني التطايرية لكل مادة فإذن أنا أريد أن أستخدم القانون لمادة واحدة ثقيلة واحدة خفيفة فأرى ما مركبات أستخدمها وأوجدها باستخدام هذا القانون الذي قلنا بيه هو المادة الخفيفة على ألفا المادة الثقيلة في بعض الأحيان أطلاب المادة الوحدة يطيني إلها قيمتين التطايرية يطيني إلها قيمتين الألفا مرة يقولون أنها بالتوب، هل قت قيمتها وبالباتوم هل قت قيمتها فأريد أن التطايرية للمادة الوحدة قيمة واحدة لكل الديستيليشن فإذا طاني قيمتين للمادة الوحدة فشلون أوجدها؟ يعني مادة يطين قيمة يقولك بالتوب هلقى قيمتها وبالبطوم؟ أنا أريدها عبارة عن أذرج للمادة الوحدة فأستخدم هذا القانون هذا القانون استخدامه في حالة مثلا أي مادة ما طينيها قيمة إلها للتوب وقيمة إلها بالبطوم فأسوي حاصل ضرب هلقيمتين تحت الجذر التربيعي فإذا القانون لإيجاد أفرج للمادة الوحدة في حالة إذا طاني 2 values لداخل الدستيليشن فمعناته حاصل ضرب القيمتين لتلك المادة تحت الجذر التربيعي هذا القانون يستخدم فقط في حالة إذا مطينا مطينا قانون الستار مطينا قانون المينموم نمبر استخدامه في حالة إذا مطينا مول فركشن مطينا مال فركشن للمواد الخفيفة والثقيلة مثل الجزء الأول بالمحاضرة المحاضرة القانون الثاني اللي اقدر ايضا اطلع من عنده المنموم نمبر اوف تري اللي هو هاي المعادلة اللي بيها تو ستارس ايضا هي عبارة عن كسر لوج الركوفري للمادة الخفيفة بالديستيليت فالركوفري للمادة الثقيلة بالبتم بالويست على واحد ناقصا فالنفس الف اي دي الموجودة بالاعلق نظروف في واحد ناقصا ف بي دابليو ان الف اي دي او الف بي دابليو اقصد بها شنوى الركوفري اللي حاصلها يقول لك المادة اي بالديستيليت الف اي دي معنات المادة اي بالديستيليت هي الخفيفة يقول لك 99% والمادة الثقيلة اللي هي بي رح تطلع من الاسفل هي مثلا 99 ونص مثل ما اخذناها بالمثال الموجود بالجزء الاول من المحاضرة رقم 5 قال لنا بانه المادة اي قال مثلا تتقطر 99% بالاعلق والمادة بي اللي هي الثقيلة من الاسفل تطلع من الجهاز بالنسبة 99.5 هاي اخصد بها الكوفري اللي هو هنا الاف على الكل لوق الالفا اي بي افرج اللي هو نفسه اللي موجود بالمعادلة اعلى نفسه نفس الطريقة شنون نحسبه اللحظ بالمعادلة نرجع للمعادلة الاستار الموجودة بالاعلى اللحظ بينه بنهاية القانون اكو ناقصا واحد اكو بنهاية القانون ناقصا واحد هذا هنا شيء يقصد الملاحظة الموجودة باسفل القانون اللي هو الـ minimum number of trade يقصد بها رح نطلع قيمة minimum number of trade الحدد هن فرضا طلع 6 هاي معناتها حدد السموني 5 زائدا الربويلر رح يحسبه كصينية فيصير 6 اذا اريد بس حدد السموني فانقصها لازم 1 فيصير 5 يعني القيمة الـ minimum number of trade من اللحظة اللحظة هنا فرضا لو كانت 6 معناتها اقصد بها 5 زائد من الربويلر اذا اريد بدون الربويلر معناتها تكون 5 هاي هاي القانون القوانين رح نستخدمها مو معناتها فقط تستخدم مثل ما قلنا فقط لللايت والهبي اللي هو الاساسية لا انا اقدر استخدمها لإيجاد اي لايت والهبي انا احتاجه باستخدام نفس القانون باستخدام نفس القانون اطبقه مرتين واوجد قيته تلك في هذا السلايد اللحظ اكزامبل رح يبيلنه كيفية تطبيق القانون اللي اخذنا بالسلايد اللي قبله هذا الاكزامبل هو عبارة عن مو معناتها بانه الفيد داخل بانه يتكون من 6 مواد اللي هي Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 يقولنا بانه يصير بها عملية فصل لها تلك المواد في داخل داخل ما سوف ينفصل سوف ينفصل المادة اللي هي component 3 بنسبة 98.5% اذا سوف ينفصل component 3 بنسبة 98.5% و سوف يذهب Go to distillate اذا المادة الثالثة هي اللي رح تذهب الى الاعلى المادة الثالثة هي معناتها ما طول مطينا قيمتها اللي سوف يذهب الى الاعلى معناتها هو سوف يكون Light Key المادة الثالثة هي سوف يكون Light Key اذا شنو موقع المادة المادة الثالثة هي Light Key و مطينا قيمة distillate معناتها اذا كانت المادة الثالثة هي Light Key اذا الاولى والثانية سوف يكون Light None Key الاولى والثانية Light None Key اذا ارقنا الاولى والثانية والثالثة نبدأ نكمل 98.5% كومبينت 5 اذا كومبينت 5 اذهب الى برج التقطير اذا المادة الخامسة هي الى اسفل برج التقطير بما اطلنا نسبتها واذا يذهب الى اسفل برج التقطير معناتها هو سيكون Heavy Key المادة الخامسة هي Heavy Key اذا حددنا Light Key وحددنا Heavy Key وحددنا Light None Key المادة الرابعة المادة الرابعة سيكون Intermade Key وقع بين الثالثة والخامسة بين Light والHeavy اما المادة الثالثة سيكون Heavy None Key لانه اثقل من الثقيل مطلوب حساب minimum number of tray قيمة N minimum ثانيا حساب composition of the top and bottom product حساب قيمة X للمواد التي ستطلع من الأعلى والمواد من الأسفل مطيني بالسؤال أيضا نطيني قيمة الألفة الألفة المطيني ألاحظ شكلها ألفة 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6 5 5 إذن هنا قيمة الألفة لخليط متكون من مادتين وعادة تكون المادتين ثقيلة وخفيفة بما أن الثقيلة دائما قلنا هو الرقم الثاني بما أن component الخامس حددنا هو الهدي فدا نرى رقم 5 بكل موجود هو الرقم الثاني ورقم الأول سيكون المادة الثانية ستكون عادة اللايت لكن نذكر بأن أكوفة 6 5 لن نذكر بأن الخامس الهدي هو الثاني واحد لا مشرق نحن قصدنا بأن نأخذ المال يكون هدي لكن لا يكون الأثقل هو الأثقل حسنا طلاب نكمل بأن feed flow rate ألف كيلو مول كيلو مول كيلو مول كيلو مول كيلو مول كيلو مول مول أريد أريد أن أطبق القانون و أريد أن أطبق القانون التي أخذته في الساعة N-minimum هذا القانون الذي أشرت عليه N-minimum ما يحتوي من ستنة القيمة مول 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 وبالتالي عنها هذه قيمة مول فasses When Thief قيمة مول فرقشن في القانونته أخذنا سابقه هو عن ما يكون مول فرقشن هو الوкомه without màánt وال Power مول فرقشن هو الهدي مول فرقشن هو الأسفل ومول فرقشن هو الهديف també rumor والأسفل إذاً، يجب أن أجد مول فرقشن هو الاتançية على هديف بما أنه، ألاتنا الات الشركة الوال التى السابق وال recon third و الأسw vessels إذن لازم أنا أوجد قيمة الأكس مع الثالث والخامس بالأعلى وبالأسفل شنون أوجد هنا بما أنه هو ملتي كومبينيس سيستم نفس الطريقة اللي وجدتها بالجزء الأول بالأكزامبل الموجود بالجزء الأول بهذه المحاضرة الجزء الأول اللي هي محارقة خمسة لإيجاب قيمة الكمبوزيشن مع اللايت والهدي وكل المركبات في حالة ملتي كومبينيس سيستم شنو كانت مالك نيه بأنه شنون أبدي أبدي بالمعلومات المطينية هو بالسؤال شنون المعلومات مطينونيها بالسؤال؟ دائما هي ملتي بها نبدأ بالمادة اللي هي بالاتو ليتكل وبعد أن نبدأ بالمادة اللي هي بالاتو ليتكل وسنحمل المادة اللي هي بالاتو ليتكل كم اللي هي بتحديد كمه الليتكي موجودة الاتو ليتكل الإجابة التي تتصدر من أعلى هي 98 1.5 وفي البداية ، يجب أن نجد نسبتها أو كميتها التي موجودة هنا لا يوجد نسبتها 98.5% يسمونها ركاوري ، يجب أن نحصل 98.5% من الميكس شر كلها لا يوجد نسبتها حقيقية هنا 98.5% كيف نجد كمية تلك المادة الموجودة بالأعلى ؟ كمية تلك المادة التي يرمزها هذه كمية تلك المادة هي عبارة عن الكمية الكلية في نسبة تلك المادة كيف نجدها ؟ نجدها عن طريق شنوى ؟ الكمية الكلية يقوم في نسبة تلك المادة هل سوف تظهر لكمية المادة بالفيد؟ سوف تظهر لكمية المادة بالفيد هذه المادة بالفيد ما هي تحصل على عمليات تقطير ؟ ولا يحصل على عملية تقطير 98.5 متى مقاللنا بالسؤال وبالتالي حصل ضرب الفيت في نسبة تلك المادة في الفيت في كمية المتقطر هذا رح يطلع لي أو في نسبة المتقطر رح تطلع لي كمية المتقطر رح تطلع كمية المتقطر إذن عرفت آني كمية المتقطر إجغت الآن نكمل شغلنا بأننا نريد أن نعرف كمية المتقطر نريد أن نعرف ما قد ينزل من هذه المادة بالأسفل باستخدام المادة التي هي المادة التي هي المادة التي هي المادة التي هي فهي أضربها في الزت مالتها وهي المادة الثالثة ما ساوينا؟ هذه كمية المادة مالتها بالفيت وين سيذهب؟ سيذهب من عندها جزء بالأعلى وجزء بالأسفل إذن معناتها أن الكمية المتقطر في الأعلى فهي أضربها في نسبة المادة التي هي الثالثة اللايت كمية المادة التي هي الثالثة اللايتها بالأسفل أريد هذا أريد منه؟ أنا أريد هذا الـ F و Z لدي والـ DX الثلاثة التي قلعتها سأجد هذه القيمة سأجد DXW X3W من القانون الكمبوزيت الماتيريال فلاحظت بأنه أنا وجدت هذا هو القيمة وجدت هذه هي القيمة هذه المنوى لا للـ Light Key أأتي الآن على الـ Heavy Key نفس الأسلوب الطلاب لكن ما لدي؟ أنا بالـ Light Key بيش بديت بالـ Light Key بدأت بما أنه هو Light بيش بديت بالأعلى وبعدين حصلت الأسفل بالـ Heavy Key أبدأ بالأسفل وبعدين أجد الأعلى لأنه هو الـ Heavy Key أين يطلعني قيمته؟ يقول لي 98% يطلع من الأسفل إذن أجد كمية المادة الـ Heavy بالأسفل إيش لون أجدها كمية المادة الـ Heavy بالأسفل؟ اللي هي الـ Feed في نسبة المادة بالـ Feed فيش قد يروح نسبتها بالأسفل فراح يطلع كميتها بالأسفل نفس القانون اللي هسا كتبته آني أستخدمه بالعكس أقول كميته اللي هو بالأعلى 100 جاي جاي من كميته بالـ Feed ناقص كميته 100 بالأسفل فطلعت كمية المادة الـ Heavy وين بالـ Distillate بالأعلى من طلعت هذن القيم من طلعت هذن القيم شا استفاد ملعدها؟ أنا أرجع القانون يقول لي هسا المؤشر علي هذا يقول لي هي المطينية باللوق جو اللوق هو المول فراكشن بس X شوفوا X مضروف في X على X مضروف في X هذا أنا أرجع الكميات هذا وهذا 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 أرجع الـ X مضروف بـ X D أو W نفس الحالة أجي أخذي أعوضهم بالقانون من أعوضهم بالقانون شوفوا شطار عندنا أذنني أقدر معناته أختصر D ويا D ويا W ويا W ويا W مادة ويا W مادة ما للمادة الثالثة والخامسة الثالثة هي الخفيفة والخامسة الثقيلة إذن لوق ألفة ثلاثة خمسة لوق ألفة ثلاثة خمسة أرجع للمطينياب أين هي ثلاثة خمسة؟ هذا ثلاثة خمسة المطينياب هذا ثلاثة خمسة إذن أجي أعوضها لو بثلاثة خمسة هنا وأوجد قيمة الن منموم وجد قيمتها 9.45 قيمتها 9.45 أوكي أقدر أستخدم طلاب القانون الثاني اللي هو لإيجاد N-Minimum القانون الثاني لإيجاد N-Minimum باستخدام القانون 2-Star اللي وجدنا ولكن هنا أنا باستخدام من هو باستخدام الRecovery اللي هو أقصد الRecovery اللي هو F المطينياب هو بالسؤال هذا وهذا ال-F recovery مع 98 بالمئة ونص ومع البطن بالضبط اللي هو الويست اللي هو 98 هذا القانون أقدر أستخدم مباشرة بدون ما أوجد قيم X رأساً أطبقها بالقانون وأوجد قيم T التي ستطلع لي 9.45 9.45 هناك لماذا استخدمت أذاك وما استخدمت هذا القالم مباشرة وفضيتها للموضوع لأنه في بعض الأحيان أو مهم مثل هسل موجود عندنا بهذا السؤال هو ديريد الكمبوزيشن يعني بكل الأحوال أنت الطريقة التي استخدمتها لإيجاد بالليف كي والهبي كي لإيجاد الـ X أنتم مرغمين بالمطلوب الثاني ستفعلها فنسألوها من البداية وتخفف عليكم الحل حسنًا حسنًا نحن وجدنا الكمبوزيشن مع المادة المادة الثالثة والكمبوزيشن مع المادة الخامسة لأن المطلوب الثاني يريد الكمبوزيشن مع كل المواد فنحن بالطريقة الأولى وجدنا الكمبوزيشن مع المادة الثالثة والخامسة لذلك المفروض نوجد الكمبوزيشن مع الأولى ومال الثانية ومال الرابعة ومال السادسة حسنًا حسنًا في الطريقة نستطيع استخدامها من القانون ومال الرابعة ومال الرابعة ومال الرابعة ومال الرابعة ومال الرابعة لأنه ليس في حالة إلا اللايت والكي اللايت والهدي أستخدمها لا بلا أنهي مادة سواء كانت لايت والاي نستطيع استخدامها احتبارها لايت والايت والاستخدامها لإيجاد النمنمنمم أو إيجاد المولي تركشن لأي مادة مجهولة يعني ماذا؟ النمنمنمم التي قابلتها قانون السابق الذي هو هذا النمنمنمم قانون الذي استخدمته بين من و بين من هذه الساعة استخدمته بين الثلاثة والخمسة أقدر أستخدم نفس القانون N-minimum بين مادة الأولى فإذا أقدر أستخدم بين المادة الأولى وأي مادة معروفة أنا الأولى مجهولة والمادة المعروفة اللي أنا له ثلاثة وخمسة يعني شنو؟ يعني أنا هسي أقدر أستخدم N-minimum لإيجاد M-fraction لأي مادة مجهولة شلون؟ أربط مادة مجهولة ومادة معلومة على أن تكون مادة خفيفة ومادة ثقيلة هذه المرة سأريد أن أجد أقول للمادة الأولى المادة مجهولة وليس المادة الأولى أنا عندي فقط الثالثة والخامسة معلومة سأأخذ المادة الأولى والمعلومة سأخذ المادة الثالثة المادة الأولى ستكون لايت يعني هي خفيفة والمادة الثالثة ستكون هي الهدي من أجل أطبقه بالقانون الرموز فشوفوا هاي أنا ما عندي بس أكسات هتكون بدلالة منوى ال-D وال-W المادة الأولى الخفيفة بدلالة ال-D بالأعلى وال-W بالأسفل والمادة الثقيلة يكون ال-W بالأعلى وال-D بالأسفل هاي بالنسبة لل-X فهي تكون بهذه الطريقة أما بالنسبة للألفة شوفوا الألفة هالمرة شنو عندي ألفة عندي ألفة خفيف ثقيل الخفيف قلنا صارها الواحد هو الخفيف والثلاثة شوية أثقل من عنده فصارت الألفة لوق ألفة واحد ثلاثة أوكي زين شنو عندي معلوم أنا عندي معلوم بالسؤال معلوم بالجزء الأول وجدت ال-N بالسؤال وجدت ال-N هو نفس ال-N المنمم اللي وجدته فعوضه بالقانون ال-N المنمم للسيستم هو نفسه أوكي نجي أي شي داخل هسة هذا داخل هذا أي شي بي واحد هو مجهول لأن أنا ما أعرفه أي شي بي واحد هو شنوى مجهول أي شي بي واحد ما أبقي بدون ما أخلي لها رقم اللي هو ذا اللي بقيته الثلاثة اللي موجودة هنا طلاب أنا وجدتها من الفرع الأول أجي عوضها هنا يعني أنا وجدت WX3 وجدت DX3 اللي موجود هنا فصار هنا أوكي هذا خلصنا من X3 بعد من المجهول بعد قيمة الألفة قيمة الألفة عندي مجهولة الألفة الموجودة هنا ألفة واحد ثلاثة ما موجودة ضمن الألفة المطينا إياها ما موجودة ضمن الألفة المطينا إياها هو مطّيني ضمن الألفة المطّيني ألفة واحد خمسة ومطّيني ألفة شنوى؟ ثلاثة خمسة مطّيني قيمتهم أدني إذا أقسمهم معناتها كأنه هذا وهذا يروح لهم هي نفسه ثوابت فشبق علي؟ معناتها من ألفة واحد ثلاثة فعرفت ماذا وجدت هذه القيمة؟ فإذا القيمة الموجودة هنا سأعرضها فلاحظوا أنه تحول لغة ثلاثة بوينت واحد خمسة على ثلاثة بوينت ثلاثة خمسة ما هي معناتها؟ هذه قيمة من ألفة ثلاثة بوينت واحد خمسة هذه قيمة الألفة واحد خمسة وهاي قيمة ثلاثة خمسة من شطبناها كلها صارت بمعناتها ثلاثة ألفة واحد ثلاثة اللحظة القانون اللي موجودة هنا كلها صار بمجهول من ألفة دي أكس واحد دي دابلو أكس واحد دابلو اللي هو هذا ستضرب طرفين وسطين حصلنا هذه المعادلة حصلنا هذه المعادلة لكن لا نعرف لحد الآن قيمة دي أكس واحد دي و دابلو أكس واحد دابلو للمادة الأولى لأنه عندي مجهولات ما سأفعل؟ نفس الأسلوب من الاتصال من الاتصال هذا كمية المادة الأولى السادس مالذي سأفعليني من جزء منها بالألقاء كمية المادة الأولى ما سيقوم بعمل جزء من عددها بالأعلى ما سيقوم بعمل جزء من عددها بالأسفل نأتي على جزء بالفيد الذي هو كمية الف في ز هذا كل من طنيا هو أصلا بالسؤال ما سيقوم بعمل دي أكس واحد دي دي أكس واحد دي أكس واحد دي ماذا أجيب أنني لم أعدي قيمة عددية وإنما لدي معادلة الذي هو دي أكس واحد دي فأجيب هذه المعادلة كلها وأعوضها هنا فصارت دلالة منوة WX1 زائدًا WX1W فصارت المعادلة التي أدامها كلها بدلالة منوة بدلالة WX1W فأقدر أحصل للWX1W قيمة عددية من حصلت القيمة العددية WX1W أجيح أعوضها هنا أحصل منوى DX1D إذا حصلت هنا لاحظت بأنه الآن حصلت حصة بهذه الحالة عن طريق N minimum حصلت قيمة WX1W و DX1D ما هي المادة والمادة الأولى نفس الطريقة السابقة طلاب نأخذ أي زوجين من مادة معلومة و مجهولة الثالثة و الخامسة نأخذ الثانية و الخامسة نأخذ من الثانية و الخامسة ما أوجد قيمة منه و الثانية أرجع أخذ الرابعة و الخامسة ما أقدر أطلع الرابعة أقدر أخذ الثالثة و الثالثة ما أقدر أطلع الثالثة و عندما أطلعنا كلهم D و مو الفركشن أجمعهم كل D ثم سيطلع لي قيمة D سيطلع لي قيمة D D و F سيطلع لي قيمة W حسنا هذا هو نفس الطريقة المحاضرة السابقة أرجع هنا سيطلع جدول ننزل كل الـ component ننزل الألفة و ننزل الثالثة و ننزل الثالثة هذه المعلومات كلها مطلعها بالسؤال أذني وجدناهم هذا وجدته وهذا وجدته أذني وجدناهم من الأزواج و حسب الطريقة مال N من الأزواج هذه الموجودة هنا هو ذني هذا شخص صديقي هنا ذني هذه الكميات الموجودة هنا أنا أعرفكم طلاب الموجودة هنا هذا وهذا 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 هذه الكميات كل مادة بالدستيلات وهذا كميات كل مادة وين بالبطن هذه الكميات إذا جمعتها بالدستيلات سيطلع لي قيمة من و هذا قيمة من و تقريبا قيمة D و إذا جمعت مال البطن سيطلع لي قيمة W أوكي هنا المضي كوميات هو هذه الكميات فقط هو بالسؤال الكميات 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 يقصد بها هذه الكميات ماذا أحولها إلى X هذه الكميات تحولك إلى X هذه الكميات هي مية جاية من D في X مال المادة الأولى إذا هذه الكميات قسمتها على D سيطلع لي X مال المادة فكل فكل قيمة موجودة حسب اللي موجودة بهذا الجدول كل قيمة موجودة بهذا الجدول أقسمها على T تطلع مقابلها للمادة اللي هو ويا أوكي ونفس الحالة بالنسبة المن بالنسبة لل W X كل كمية موجودة هنا إذا قسمتها على W تطلع X مال تلك المادة وين موجودة بالبطن وين موجودة بالبطن أوكي لاحظوا هنا بما أنه قلنا هذا X بالدستليت وهذا X بالبطن هذا X إذا أجمعهم بالدستليت إذا أجمع كل X ما يظهر للمفروض قيمته 1 تقريبا هنا 0.999 نفس الشيء بالبطن مع X إذا أجمعهم كلهم أذنني المفروض يظهر للمفروض قيمته 1 1 أوكي هاي معلومة معلومة الثانية شوية هي تماما وهي مفد يعني هاي هذا من هو إذا جمعنا هذا D وهذا من هو هذا W إذا جمعنا هذا ويا هذا المفروض من يطلع distillate ويا البطن يطلع F أوكي هاي 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 طلاب انتهى هذا الإجزامبل إن شاء الله تكون هذا الجزء من المحاضرة واضح هي لإيجاد المحاضرة من المحاضرة الخامسة في حالة الملتي سيستم أستطيعكم الله وإن شاء الله في جزء ثالث من المحاضرة الخامسة